تعالوا نروح لأخبارنا سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق بيعينان معسكر الأهلي في أسبانيا ده كان نص الخبر زي ما قلت لحضراتكو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سفروا لأسبانيا شوفوا بقى المعسكر الإقامة شوفوا الفنادي أشوفوا الملاعب أشوفوا المبارات الودية اللي هلعبها النادي الأهلي في هذا المعسكر إن شاء الله يكون معسكر ناجح ويجنس مارو لصارتي ويقف فيه على كل كبيرة وصغيرة فيه الاستعداد للموسم المقبل والهام جدا 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 لسه الموسم ده مخلص إن شاء الله يخلص على خير وبإذن الله الدور يكون فيه الجزيرة وإن شاء الله الموسم اللي جاي كالعادة إن شاء الله يكون الأهلي برضو متوجب بكل الألقاب اللي حضراتكم السنينة سيد عبد الحفيز وأمير توفيق راحوا أسبانيا خلاص وبيشوفوا الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق والملاعب والاتفاق على المباريات الأداء زي ما قلت لحضراتكم الفريق إن شاء الله يرجع يوم السبت المقبل لاستئناف التدريبات بعد راحة سلبية قضاها لعبه النادي الأهلي فيه لعيبة في المعسكر وفيه لعيبة طبعا قادة الأجازة والسمتعوا بها على أحسن ماك وإن شاء الله يرجعوا يكونوا متشوقين للتدريب مرة تانية بعد الموسم الكبير اللي لسه مخلص للأسف كمان